من اكتر المنتجات انتشارا في مصر والعالم العربي هي منتجات وكلمات تفتيح البشرة لكن للأسف احنا مش عارفين ان المنتجات دي ليها اضرار كتير جدا في مقابل الخدمة اللي بتقدمها لانها بتعتمد على مواد صناعية بتضر البشرة علشان كده احنا محتاجين منتج طبيعي يساعد على تفتيح البشرة وما يكونش مضر وده اللي هنلاقيه مع بينكي كريم التفتيح والترتيب والتغذية لبشرة زي النجوم ومعانا ضفتنا دكتورة دينة ابو السعود اللي هتكلمنا عن المنتج ده زيك يا دكتور زيك يا امر عامل ايه الحمد لله قولنا بقى ايه اضرار مفتحات البشرة والحاجات اللي فيها اشياء كيميائية طبعا بيحصل مشاكل احيانا في بعض البشرات لو بنستخدم منتجات تأشير البشرة بتأثر بالسلب على البشرة الجافة بالزاد بتخلي البشرة الجافة ممكن يحصل لها انفكشن او التهابات او انفلاميش طب ازاي نقدر نستخدم منتجات امنة وتقدر تعمل تأشير بشرة وتقدر تفتح البشرة من غير اي اعراض جانبية هو ده اللي انا جاي اتكلم فيه النهاردة بمنتج بينكي واحنا بنصنع يمناية المنتج بينكي صنعناها بعناية شديدة جدا ان احنا نقدر نناسب جميع انواع البشرة without any side effects او من غير اي اعراض جانبية طب ازاي نقدر نعمل على تأشير البشرة ونفتح البشرة ونعالج الهالات السوداء والتسبغات من غير اي اعراض جانبية الحقيقة بسر تركيب بينكي المنفردة لان كل مكوناته طبعية 100% واحنا دلوقتي بنلجأ لهذه المنتجات الطبعية 100% عشان عارفين ان ما فيهاش مواد حفظة ومش هتأثر على بشرتنا بالسلم طب ايه المكونات اللي داخل كريم بينكي الطبعية اللي بتساعد على تغذية البشرة وترتيب البشرة وتفتيح البشرة اول حاجة عندي مستخلص التوت البري بيفتح جدا وكله فيتامين سي عندي مستخلص عرق السوس طبعا برضو العرق السوس مستخلص عرق السوس السورس اوف برايتنس عندي مستخلص الشاي الاخضر داخل كريم بينكي كله مددات اكسادة وعندي طبعا زبتة الشيا وزبتة الكاكاو الاتنين دول بيساعدوا جدا على ترتيب الجلد وبيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية فبيساعدوا على نظارة الجلد المادة اللي بقول عليها مهمة قوي اللي تقدر تزلي الخلايا الميتة معنا كده هتعمل تأشير من غير اي اعراض جنبية هي مادة الساليسين مادة الساليسين مناسبة جدا لجميع انواع البشرة وما بتعملش اي سايد افكتس المادة دي بتزلي الخلايا الميتة فبتفتح لي بشريتي مادة الساليسين بتحفز لي على انتاج السيلف كولوجين سيلف كولوجين اللي هو الكولوجين الطبيعي اللي بينقص بعد سن معين فبتلاقي ان الكولوجين بينقص وانسن الكولوجين نقص وشي مش هيبقى فيه نظارة وهيبقى فيه هالات سودا ومش هيبقى فيه الحيوية فتيجي حد بس هيقول لي ايه طبعا هستخدم منتج فيه كولوجين اوكي لكن في بعض البشرات ما بتقدرش تمتص الكولوجين بشكل كافي وبذات لو الكولوجين مش متصنع بطريقة النانو اللي هي الموليكل الصغير فانا بقول بكريم بينكي هنقدر نحفز على انتاج الكولوجين الطبيعي بتاعنا طبعا كريم بينكي كل مكوناته طبيعية مرخص من نظر الصحة المصرية يستخدم مرة صباحا ومرة مساءا وطريقة الحصول عليه برضو سهلة لانه يقول لي احنا مش لقيينه طب نحصل عليه منين مهم او يا اناوه للناس اللي بتتفرج علي ان ما عندناش اي منفذ بيع غير فقط الرقم اللي ظهر على الشاشة والسيدليات ففي بعد سيدة صيادلة طبعا عملائهم الكرام بيخش دلوقتي يسألوها على بينكي فيمكن لسه لو مش متوفر في سيدليات ما احنا موجودين في الشركة المتحدة نقدر نوزع بي الحياة دكتورة دينا بالصعود ما بتخلينيش تدينيش فرصة اسأل يا بتوني كل الحاجات على طول للأسف فقرتنا خلصت شكرا دكتورة دينا بالصعود وخليكم معنا هنروح لفاصل ونرجع ليكم تاني موسيقى